أسعد اللهم ساءكم مشاهدين بكل خير وأهلا بكم إلى نقاش على المباشر في عدد جديد مئة جزائري التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي عبر الفيسبوك والخلايا النائمة لأول مرة يعطي مصدر رسمي ممثلا في وزير الشؤون الدينية عدد المنضمين للتنظيم الإرهابي ويعطي أيضا الوسيلة التي جندتهم وزير الشؤون الدينية أضاف بأن المساجد مخصنة من أي اختراق للأفكار المتطرفة ما حقيقة الرقم الذي صرح به وزير الشؤون الدينية؟ هل تعمل الأجهزة الأمنية اليوم لوحدها في هذا المجال وتغطي عجز الشؤون الدينية في محاربة التطرف؟ هل أصبح الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى حسب الوزير السبب الوحيد في هذا التجنيد؟ هل وقوع الشباب في يد شبكات التجنيد هو نتيجة فراغ ديني في المحيط؟ ومن يحصن شباب الجزائر من هذه الأفكار المتطرفة؟ أسئلة وأخرى المشاهدين نطرحها في هذا العدد وأسعد باستضافة إمام الجامعة الكبيرة بالعاصمة الشيخ علي عية والمحامي والباحث في الشؤون الأمنية الأستاذ عبد الرحمن صالح أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم عبر الهاتف سيكون معي بعد قليل المستشار في تكنولوجيا الاتصال الأستاذ يونس قرار قبل أن نبدأ النقاش نستمع لتصريح وزير الشؤون الدينية ثم نعود ليس الأمر كذلك الذين التحقوا بتنظيمات هم قلة من الشباب المغرر بهم وهم يمثلون نسبة لاغية بالمقارنة مع من التحق بهذا التنظيم قدمت رقما من قبل بين دول الجارة لجزائر فيما بينها العدد يصل إلى 21% من مجموع من التحق بالتنظيم 21% من تنظيم يضم في صفوفه الألاف الجزائر لم يغرر بأبنائها إلا بعدد لم يصل إلى المئة أو قارب المئة هذه علامة صحة على أن المجتمع أصبح محصنا وأصبح محميا من الخطاب الديني المتطرف أبد المعك الشيخ العياء الوزير يقول بأن المجتمع أصبح محصن والدليل أن العدد لا يتجاوز المئة ويقارب المئة ولكن نعرف أن الأفكار المتطرفة والتجنيد يبدأ بواحد ثم اثنين ثم ثلاثة ويبدأ في الانتشار يعني مئة ومئة تجند مئة أخرى أو أكثر يعني لا يمكن أن نستهزئ أو أن نستهتر بهذا العدد ونعرف أن شبكات التجنيد عنصرها الأول أو الخلية التي تبدأ بالتجنيد تعمل بشكل يعني على مدار سنوات والعدد يتضاعف ففي رأيك هل حقيقة شبابنا محصن كما قال وزير الشؤون الدينية أم أن العدد تعمئة هذا ربما في السنوات القادمة قد نتفاجأ بتضاعفه تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا سعيد بهذه الاستغافة ومشاركتي في هذا الموضوع الحساس أولا نتكلم على الرقم مئة هو ضائل جدا السبب بتاعه ليس تحسين الشباب من الالتحاق بالأفكار المتطرفة أتدري ما هو هذا العدد القليل بالنسبة لبعض الدول الأخرى أولا يرجح هذا إلى أن الشعب الجزائري والأباء والأمات أنهم ضاقوا الويلات وعاشوا مدة زمنية من لا أمن من لا استقرار وحدا ثانيا قناعة الشباب اليوم بما يجري في بعض الدول المجاورة كليبيا والشرق العربي لأنه لا يسميه شرق الأوسط لأنني أحتفظ على هذه التسمية لأنه سميه شرق العربي المعروف اليوم بشرق الأوسط لأنه ليسميه شرق الأوسط هم أرادوا هم المصونية ما يجري في بعض الدول اليوم في الشرق العربي هذا الذي جعل من شبابنا أنهم لا ولن ولم يقتنعوا بهذه الدعوات يعني واستجابتهم للأفكار المتطرفة من الشق الآخر تقول لي هل شبابنا اليوم محصن احنا أنا أقول لك لم تمر الجزائر في أي مرحلة من المرحل عريانة لم يكن لها حصانة ولا وقاية من أي مؤسسة كانت فشبابنا اليوم معرض بأخطار محدقة وكل السبل ميسرة له حتى يعني يكون ضحية هذه الأفكار المتطرفة وإنما راجح هذا كما قلت أنهم ينظروا يشوفوا عبر الأثير وعبر الصحون المقعر الهوائية وعبر الشبكات والتواصل الاجتماعي ما يجري الآن في سوريا وفي ليبيا وإن كان هو لا يعي لا يعي يعني السبب ومن وراء هذا أكفهمني وإنما هو يرى هذا يعني تدمير وقتل وصفك من غير نتيجة فهذا الذي جعل الشباب بتاعنا أنه لم ينخرط في هذه الأفكار وهذا لا نقول بأننا سنبقى دائما في هذا إذا لم نتتخذ بعض الإجراءات كوقاية وكحصانة لشبابنا حتى لا يقع في الفخ المنصوب لأن هذا التجنيد في الحقيقة نقطع بالكلمة هذه هذا التجنيد تجنيد لحرب كوني ماسوني صهيوني مدبر مخطط لضرب الإسلام المسلمين والعروبة وليلقضاء على الحضارة الإسلامية وعندنا على ذلك أدلة أستاذ عبد الرحمن اسمات كلام الشيخ علي عية اسمات كلام الوزير هل مثل ما قال الشيخ تهوي من الرقم أم ربما تراه ثغرة في المجال المتعلق بإشباع معارف الشباب دينيا لأنه مئة شاب حتى لو كان عشرة بالنسبة لأي دولة يشكلون خطر بمدى تجنيدهم أيضا لشباب آخرين تفضل نعم بالفعل يشكلون خطر ليس فقط بمدى قدرتهم على تجنيد أعضاء آخرين أو فاعلين آخرين ولكن أيضا ماذا يستطيعون القيام به لو نرجع فقط منذ ثلث أيام إلى أربع أيام تفجير الكنيسة المرقصية في القاهرة عملية قام بها فرد واحد نتخيل ماذا يمكن لمئة فرد أن يعملوا وبالتالي أنا لا أشاطر هذا الرأي أنا أعتبر أن هذا الرقم رقم موخيف في الحقيقة لأنه يشكل نواة قابلة للتوسع وليس نواة في طريق القضاء عليها بالعكس هي فكرة والفكرة تتمدد والتجنيد مستمر لا يتوقف بالتالي فإن مئة عنصر لو نشوفوا كم من الوقت تستغرق مثلا أجهزة الأمن للتعامل مع خلايا نائمة تضمية عنصر ماذا يمكن لهذه الخلايا النائمة أن تعمل بانتظار التعامل معها أو بانتظار توقيفها بالتالي فإن هذا الرقم رقم موخيف خصوصا أن وسائل التجنيد الإلكتروني الآن لا تكلف شيئا من الناحية المادية كل ما تكلف هو فقط جهاز كمبيوتر مع خط اتصال بالأنترنت للدلالة فقط الإحصائية في سنة 1997 كانت عدد الموقع على الأنترنت التي تروج للفكر المتطرف 12 موقع فقط الآن حاليا أكثر من 150 ألف موقع يعني الفرق الشاسع تضاعف العدد ولكن هالتضاعف العدد سبب أو الحق أثقل الكاهل منظمات المتطرفة من ناحية المادية لا لأنه لا يكلفه شيئا وبالتالي فهي أسهل الطرق لهذه المنظمات من أجل اختراق المجتمعات والدول هو القيام بالتجنيد عن طريق الأنترنت بدلا من أسلوب التجنيد القادم الذي كان هو يعتمد فقط على الاتصال المباشر يعني الاتصال الفردي من شخص إلى شخص الآن أصبح بإمكان شخص واحد يملك جهاز كمبيوتر أن يتصل مع أمة بكاملها نشوف أي قنوات على اليوتيوب مثلا أو عدد زوار لصفحات الفيسبوك أو غيرها من المواقع التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية هي لا تعتمد فقط على الفيسبوك وتويتر وإنما هناك مواقع كثيرة والأكثر خطورة أن هناك مواقع مشفرة أصبحت يعني تسبب إزعاج وإرهاق الأجهزة الأمنية في ملاحقاتها لأنها تعتمد تقنيات متطورة ومتطورة جدا هذه التقنيات المتطورة تخيل أنه منذ 20 سنة من قبل كانت هذه التقنيات محصورة مثلا فقط في وزارة الدفاع الأمريكية كانت فقط هي التي تستعمل هذه التقنيات الآن هذه التقنيات أصبحت متاحة حتى للطفل الصغير والتشفير يكون بين جهاز إلى جهاز آخر أي أن المعلومة والرسالة تمر عبر الخطوط خطوط الاتصال بالأنترنت بدون أن تستطيع الأجهزة الأمنية أن تعترضها أو أن تكتشفها أو أن تقرأ محتوياتها يعني في رأيك الأستاذ عبد الرحمن القضية الثغرة الكبيرة هي الثغرة الإلكترونية نعم وفي رأيك أيضا التجنيد أو ذهاب الشباب انخراطهم في صفحة هذه التنظيمات إرهابية حتى وإن لم تكن تنظيم إرهابي يخرط ضمن مجموعة متطرفة فكريا لا ترى بأنه راجع لفراغ كبير في حياة الشاب الدينية نقولك بصراحة وزارة الشؤون الدينية لازلت وزارة كلاسيكية تقليدية في تعاملها مع المجتمع المدني ما رحناش يعني تعتمد في عملها على المراكز الثقافية الإسلامية محاضرات تعتمد على خطب الجمعة ودروس المساجد على المحاضرات والملتقيات ما رحناش لمواقع التواصل الاجتماعي باش نغزو عقول الشباب هو في هذا المجال دعني أطرح الأمر من زاوية أخرى ما الذي يدفع الشاب أو الطفل أو المراهق إلى الدخول إلى الانترنت أو إلى استعمال الانترنت هناك سببين في غالب الأمر السبب الأول هو حب الإطلاع يريد أن يشبع ثقافته يريد أن يطالع على أمور أخرى لا يجهلها يريد أن يتعرف إليها السبب الثاني هو اللهو من أجل تمضية أوقات الفراغ بالتالي هذه الجماعة المتطرفة تستغل العاملين معا بخصوص الإطلاع هناك ممكن نقول أنه نقص إطلاع في المجال الديني وبالتالي تفتح مواقع على الشكل الأسئلة وأجوبة لتقدم الاستشارات الدينية تقدم الفتاوي تقدم الدروس مباشرة عبر الأنترنت بصورة مباشرة حلاقات وغير ذلك وفي النقطة الثانية هناك جماعات متطرفة قامت بتصميم ألعاب فيديو يقوم بهذه الألعاب الفيديو بتجنيد الأطفال المراهقين مثلا هناك عدة ألعاب فيديو على الأنترنت أين يقوم تنظيم داعش بتحديدا هو الذي اعتمد هذا الأسلوب والشيء الذي نلاحظه أن هذا التنظيم يعتمد تقنيات متطورة ومتطورة جدا في مجال الاتصال وفي المجال الإلكتروني أيضا هذه الألعاب تجعل من الأطفال ومن المراهقين باعتبارهم أعضاء في هذا التنظيم يقومون بتنفيذ مهام يقومون بالقيام بمهمات في حيث جغرافي معين في نطاق معين وبالتالي يبدأ التجليد شيئا فشيئا افتراضيا ثم يقوم بكسر العلاقة التي تربطها الأطفال والمراهقين وحتى الشباب مع أسرهم مع وطنهم مع مجتمعهم بعلاقة أخرى تربطهم معه هو مع التنظيم معه ومن هنا يبدأ التجليد خصوصا أن في هذه الألعاب ألعاب الفيديو تضم مثلا غرف ضردشة وغرف محادثات أن يقوم التنظيم عن طريق أفراد مختصين ومكونين ومؤهلين لذلك بعملية غسل لأدمغة الأطفال والمراهقين ومن هنا يبدأ التجليد ومن هنا أيضا الصعوبة لأنك لا يمكن أن تراقب 150 ألف موقع وعددها الآن والمرشح للتضاعف من المستقبل القريب ولا يمكن أن تراقبها ولا يمكن أن تقوم بالوقاية منها ترى كل طفل يلعب أي لعبة يلعب وحتى خاصة الألعاب لتكون مرتبطة بالأنترنت يعني أونلاين هي أصعب الألعاب لأن فيها تواصل مع اللعب في نفس الوقت الشيخ سمعت كلام الأستاذ عبد الرحمن صالحي وهو خبير في شؤون أمنية ومحامي ومطلع على هذا المينف نفس السؤال وزارة شؤون الدينية أو المرجعية الدينية في الجزائر الرسمية إن صح التعبير لازلت تقليدية في تعاملها مع الشارع الجزائري لازلنا نعتمد فقط على دروس الجمعة ودروس العادية في المساجد والخطاب الديني المسجدي خطاب يفتقد ويفتقد للتكنولوجيا يعني لحدث لما تدخل الآن الأنترنت هناك جهات معينة تنشط في المجال الديني وهي جهات من الشرق العربي كما قلت أنت ومن الشرق الأوسط من ناحية المغرب العربي أو المرجعية المالكية الجزائرية التي نعتمدها لا وجود لأثر لها على الأنترنت تفضل أنت يا سيسرة طلحت لي أسئلة عدة أسئلة والشيخ نعقب عليه في أنا لما نقول مياه هو واحد لما يلتحق واحد بالأفكار المتطرفة خطر وإنما لما قلنا مئة ضائلة بالنسبة للتجنيد في الدول الأخرى من باب هذا فقط النقطة الثانية الطرح الذي طرحه الأستاذ برك الله فيه هذا الطرح كان فعال في الثمانينات وفي التسعينات أما اليوم في الفين وستاش كي أسباب أخرى عوامل أخرى تدفع بالشباب إلى الالتحاق بالأفكار المتطرفة وليس الدينية أنا معاك الخطاب الديني اليوم في المسجد ضعيف بالدليل ذلك يجيب لي خطب الجمعة وحدة من هو الإمام الذي يطعفق المنبر ويخاطب الشعب بالواقع حينما نقول نتكلم على حلب ما هي حلب هذه حلب هي قلعة الأشورية كانت فيها تقام فيها عبة النار وهجر إليها إبراهيم والصبح تسمى بحلب حلبة في الماضي كانت شاتل إبراهيم عليه السلام يحلبها إبراهيم ويطعم بها الأولاد فسميت بحلب الحلب الحضارية هذه لماذا اليوم دمرت حلب بأيدي المسلمين وليس بيد الإسرائيليين وليس بيد الكفار كما يقال لا تراق قطرة دم وحدة في تدمير الدول الإسلامية والحضارة الإسلامية دمرت في العراق دمرت في سوريا معاهد القراءات معاهد اللغة العربية واليوم حقدهم وبغضهم على ما يسمى بحلب الحضارية التي هاجر إليها إبراهيم عليه السلام ودعا فيها لدين الله الحنيف الآن يدمرها أشكل يدمرها يدمرها المسلمين إذن من هو الخطاب الديني اليوم في المسجد اللي وعي الشباب بهذه الأفكار وبهذه المخاطر المحضقة نحن مستهدفين وناديت كم من مرة للمسؤولين وللعلماء والحكاماء والعقالاء والشرافاء وذقنا نقوص الخطر وقلنا نحن مستهدفين دينا وعقيدة ومنهجا من طرف من مستهدفين عقيدة وزينا وأصالة وقيما مستهدفين من طرف من ما لازم أن تكلموش كلام عام من طرف من مستهدفين مستهدفين الوزير يقول لك أنا محصنين خليني من مستهدفين أنا نقول لك من قوة عالمية صهيونية ماسونية ماكلة لنخرب بيوتنا بأيدينا ولكن أنا لا ألوم هؤلائي هذا من حقهم أن يخططوا لنا ويدمروننا ولكن نلوم أنفسنا نحن الذين بقينا باكة كالعجائز هم طلعوا مياه هم طلعوا خمسين هم هدمونا هم قصرونا ومن هو المتسبب من هو الذي يدفع الشيخاني من هو الذي يدفع اسمح لي هذا كلام نعرفه اسمح لي من هو الذي يدفع نحن مستهدفون معروف أنا أمين من هو الأجهزة الأمنية العالمية تخطط هذا شيء معروف وهو يخطط ذنب ذنبك أنت لا تخطط أيضا ماذا فعلنا هذا هو السؤال أو حتى الصالح أنا حبيت نقول لك الآن ما عادش سبب هو ديني وما عادش إغواء الشباب في المسجد بأنك تدخل للجنة اليوم فروة فروة الأمة وفروة بلادنا هم الشباب هم الشباب اللي يتجاوز عددهم 75% اليوم الشباب عايش في يأس عايش في واحد الميزيريا قانط يأس ما لقى حتى وسيلة ما لقى حتى شيء اللي يحلق شعره كما كل خطرة يلعب راسه يحلق كما يحب ويقلد في الناس الأعداء ولا يلبس سرويل مقطعة ما هو السبب اللي دفعه لهذا هو اليأس وبالتالي هؤلاء الشباب إذا همشناهم وحقرناهم وظلمناهم ولم نفتح لهم صدورنا ولم نفتح لهم قلوبنا ولم نسغى لهم ولم نستمع لهم ولم نقضي حوائجهم سيصبحون كلهم أكثر من داعش وأكثر من ويعتقد وفق الرأي ولهذا كم من مرة ندينا أفتحوا بوابكم أفتحوا صدوركم أفتحوا قلوبكم يعني تشوف فيها الظروف الاجتماعية الظروف الاجتماعية الشباب الآن بقي بقي الوحاشتين في الأمات إما يروح يروح ينتحر يحرق يحرق حرق يأكل بحر والله يقول لكم شيء مستقبل يناير إحنا عندنا بش نوقض الشباب نعطيك مثال بسيط وقتصار وهذا اقترحته على الشؤون الدينية إحنا عندنا أموال وقفية ضخمة هك فهمني هذه الأموال الوقفية نبني بها عمرات نحافظ على المال وقفي ونأجر هذه السكنات للشباب اللي ملقاش بش يتزوج للحق 30 سنة ويخلص المبلغ ما يكري ونزوجوه لما يلقى الشاب متزوج بمرأة ويلقى سكن وكل وزارة عندها بس تستطمض في هذا الشي لما الشاب يلقى في رقب امرأ وذراري ما عادش يفكر بش يلتحق بالأطراف المتطربة يعني لا يكفي الوازع الديني فقط ما كانش واحد يذبح الشباب ودفحهم وجندهم أكثر من الفيسبوك أكثر من الانترنت أكثر من التواصل الاجتماعي هو هو تهميشهم ورميهم في الشارع وعدم الإصغاء إليهم وتركناهم فريسة فريسة مستهدمة لكل الطيارات الأخرى أستاذ رحمن تفضل هي لغة الشباب الآن لغة الشباب الآن في ردي على فضيلة شيخ هي الفيسبوك هي مواقع تواصل الاجتماعي هي الانترنت ماذا ماذا فعلنا نحن حتى نتكلم لها معاهد الشاب ولا معاهد الطفل ولا معاهد المراهق باللغة التي يفهمها أدعني أطرح سؤالا كم من مسجد أو من جمعية دينية هنا في الجزائر عندها موقع على الانترنت أو صفحة على الفيسبوك أو موقع على تويتر في حدود معلوماتي لا أعرف أن هناك مسجد له صفحة التواصل الاجتماعي لا أعرف أن هناك جمعية دينية لها صفحة التواصل الاجتماعي حتى الموقع الرسمي لوزارة شؤون دينية والأوقاف هو موقع فقير من حيث المحتوى أنا كشاب لا أجد ضلتي صراحة في الموقع الرسمي لوزارة شؤون دينية لأنه موقع تقريبا جاف وضعيف المحتوى أسمح لي مواقع موجودة أسمح لي كما عددها أسمح لي المواقع موجودة لكن لما تدخل أنت تدخل للمواقع أنت أهمني ما تلقاش حماية أنا هتبكر صراحة وما تلقاش وقاية مما تقي شبابنا وتحميك ومواقع موجودة الشيخ هنا نقطة مهمة أنه الشباب الجزائري وهذا لازم نقولها ونقولها بكل صراحة الشباب الجزائري عنده معجب معجب بكل ما هو مشرقي نتكلم لك أنا بكل بساطة يعني حتى في القراء من ناحية قراءة القرآن الشباب الجزائري يعجب بأئمة الحرم المكي ومعجب بمن يقرأ القرآن من السعودية الشؤون الدينية في الجزائر حتى من ناحية التسويق التسويق السعودية دولة السعودية غزت العالم بمصاحفها على رواية حفص غزت العالم بقراءها على طريق الأقراص المضغوطة نحن حتى في الجزائر إما معنوش تسويق جيد لماذا؟ حتى لو تسمحلي الآن في معظم مساجد نتجد محلات تبيع أقمصة سعودية وأقمصة إماراتية تصبع هما عملوا تسويق هما عملوا تسويق لماذا نحن معنوش تسويق لمرجعيتنا؟ لماذا نتبنى أسلوب العمل الذي قامت به دول المشرق العربي الإمارات والسعودية ومصر مثلا أطلقت مبادرات للوقاية من الأفكار المتطرفة عبر الأنترنت هذه المبادرات تهدف إلى الوصول إلى الشباب إلى إفهامهم ما هو المعنى الحقيقي للإسلام ما هو المعنى الحقيقي للتسامح ما هي حقيقة هذه الطريقة للجهاد أكبر إشكال أكثر من ذلك هذه المبادرات نظرا لنجاحها تبنتها حتى الدول المسيحية أو دول غربية برقانيا أطلقت مبادرات مماثلة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تصور أنها أطلقت مبادرة مماثلة لماذا نبقى دائما نحن متخلفين في هذا المجال لماذا لا نحاول اللحاق بالركب الوسائل الموجودة والمعرفة موجودة والتقنية موجودة لماذا لا نستغلها هذا السؤال مبتزيدا نروح للفصل الإشتائي نرجع ونكمل معك الشيخة العيية حول هذا الموضوع مشاهدين فاصل ونواصل فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر